السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على مدار خمسة عشر عاما ودعوته تصدع في الآفاق وتنتشر أكثر وأكثر رغم ما تلاقيه من سخرية وهجوم وإعراض فلم يمنع ذلك من وصولها إلى عدد كبير من دول العالم إنها دعوة الحق دعوة النور الصاطع الذي بدد الظلمات وأخرج الناس من عبادة العبيد إلى عبادة الله الواحد الأحد دعوة طالما انتظرها العالمين للخلاص من الظلم والضلال ولوضع النقاط على الحروف والعودة إلى الصراط المستقيم المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني الذي شد ببياناته المذهلة والمنجمة للعقول قبل الأفواه شد ولفت انتباه الكثيرين من المتدبرين أولي الألباب الذين طالما بحثوا عن الحق من حولهم فوجدوا بغيتهم والإجابة على تساؤلاتهم وحيرتهم في كثير من أمور الدين وتفسير القرآن العظيم من خلال دعوته تتوالى البيعة على موقعه المبارك كل يوم وينضم العديد من الأنصار والأنصاريات الجدد إلى دعوته وكل له قناعاته الخاصة ورأيه وكيف اقتنع بما جاء به المهدي المنتظر وفي هذا الفيديو سيكون معنا مجموعة من أنصار وأنصاريات الإمام ناصر محمد يماني نناقش معهم تساؤلات حول الدعوة وردودهم وتعليقاتهم الخاصة حول بعض النقاط التي أربكت وشككت الكثير من الباحثين حول دعوة الإمام المهدي المنتظر برغم وضوحها وتوافقها مع ما جاء في محكم الذكر القرآن العظيم ملك الموت طالما تصور الناس ملك الموت على أنه كما وصف لهم ملاك موكل بقض أرواحهم بأمر من الرب ويسمى عزرائيل بسطورة عزرائيل ملك الموت رفقتنا على مدار مئات السنين ظن منا أنه ملك واحد يأتي فيقبض روح من انتهى عمره في مكان ما وزمان ما وأنه حتى لو كان هناك أكثر من شخص حان أجرهم في نفس الموعد فهو يفعل نفس الشيء معهم في نفس الوقت وكأنه له نفس قدرة الله المطلقة فيستطيع أن يكون هنا وهناك في نفس التوقيت وهذا ما لا يقبله عقل ولا منطق فما هي قصة ملك الموت الحقيقية وما هو اسمه وهل هو حقا واحد فقط لعالم بأسره تعالوا بنا نستمع إلى الإجابة الحق حول ذلك بمعية أنصار للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني عرفوا من خلال بياناته المدهشة الحقيقة حول ذلك بسم الله النعيم الأعظم من كل نعيم والصلاة والسلام على أنبياء الله من الإنس والجن أجمعين أما بعد سأوضح بعض حقيقة الإفتراء الباطل على ملائكة الموت رقيب وعتيد وإلصاقها بقصص خرافية لما لكن سموه من عند أنفسهم إزرائيل وللأسف كنا من قبل نصدق روايات وأحاديث وحكايات من أسلافنا كلها كانت باطلة ما أنزل الله بها من سلطان بل وخرافية لا يطابقها لا عقل ولا منطق ومع ذلك كنا نصدقها ونؤمن بها لأننا ورثناها جيلا بعد جيل ودرسناها حتى أصبحت عقيدة مثبت عندنا أنه من سيقبض أرواحنا عند الموت هو ملك اسمه إزرائيل ولا نعلم من أين أتولنا بهذا الإسم الغير موجود في القرآن الكريم ولا في السنة الحق رغم أن هناك آيات كثيرات في القرآن بل ومحكمات بينات من هم ملائكة الموت الموكلين بقبض أرواح البشرية إلا أننا نتبعنا علماءنا الذين يفتون بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا وذلك بسبب أنهم هجروا محكم القرآن وتمسكوا بالأحاديث الغير محفوظة من التحريف واتبعوا وأفتوا بها وأظلون لولا رحمة الله ببعث الإمام المهدي ناصر محمد اليماني الذي جاء لينسف كل هذه الافتراءات على الله سبحانه وتعالى ورسوله الحق وبين لنا من محكم ومتشابه في القرآن والسنة النبوية فأعادنا إلى منهاج النبوة الحق ولله الحمد من قبل ومن بعد طيب تعالوا للعقل والمنطق كيف لملك واحد الذي يزعمون أنه عزرائي أنه هو الذي يقبض أرواح الناس ونحن نعلم أن في الثانية الواحدة يموت الكثير والكثير في نفس البرهة إما بموت طبيعي أو حوادث سيارات أو طيارات أو بغرق السفن أو حدوث زلازل فعندها يموت الكثير أو قدرب ما بالألوف فبالله عليكم كيف يستطيع ملك واحد أن يقبض أرواح كل هؤلاء والجميع يؤمن أن للموت سكرات وحوار يحدث بين الملك والإنسان فمتى سيخرج روح هذا وذاك ويحادث هذا وذاك وسبحان ربي الذي يحيط بكل شيء رحمة وعلمة وهو على كل شيء قدير في آن واحد وتلك هي صفة ليست إلا في الله سبحانه وتعالى وما جعل الله لإنسان ولا لجاء ولا لملك من قلبين في جوفه بل هذه صفة الله الذي ليس كمثله شيء يستطيع أن يسمع هذا وذاك ويخلق هذا وذاك في آن واحد ولا يسهو ولا ينسى ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يخفل عن شيء وهو على كل شيء قدير في آن واحد في بعقيدتكم هذه الباطلة جعلتم لعزرائي تشابه في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهي صفة القدرة والإحاطة بكل شيء علماء في آن واحد وهناك من سيقول أن هناك آية قرآنية تبين أن هناك ملك واحد هو من يقبض أرواحنا وليس رقيب وعتيد ملكين في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم ننظر لبيان الآية الحق قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت نعم أي ملك واحد وليس ملكين لأن الذي يوكل الله به لقبض أرواح الناس هو فعلا ملك واحد لأنه إذا كان الإنسان من أصحاب الناء فيوحي الله سبحانه وتعالى إلى عتيد بأنه هو الملك الموكل بقبض روح هذا الإنسان ومن ثم يقوم الملك رقيب بمساعدة عتيد فقط أي رقيب يكون مساعد لعتيد عند قبض أرواح الكافري في التوفي لهذا الإنسان والذي هو من أصحاب الجنة سواء أنه فور موته يدخل الجنة مثل الأنبياء والشهداء والمقربين أو حتى من أصحاب اليمين الذين ينامون حتى الحساب فعندها يوكل الله بقبض روح هذا الإنسان رقيب فينشط أن يسحب الروح تنشيط بكل رحمة بمساعدة عتيد أي عتيد مساعدا لرقيب عند قبض أرواح المؤمنين فبمعنى أنه من يقبض الروح هو أحد الملائكة بمساعدة الآخر وليس قبض أرواح الطيبين كمثل أقباء قبض أرواح الظالمين لأنفسهم فنسأل من الله عز وجل أن يقبض أرواحنا بعد أن نحقق الهدف من خلق الإنسان وهو راض في نفسه على جميع خلقه وللمزيد من معرفة الحق ادخلوا على موقع الإمام المهدي ناصر محمد اليماني تجد بيان القرآن كما أنزل على سيد المرسلين محمد صلوات ربي عليه أجمعين والسلام على من تبع الهدى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله العظيم أحبة الكرام المستمعون الأكارم النفرية ملك الموت المسمى إزرائي لكما يزعم الذين لا يعلمون سواء من المسلمين أو من الكافرين جيلا بعد جيل من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنقض الإسلام عروة عروة وها نحن الآن في زمن بعث الإمام المهدي ننهج محمد صلى الله عليه وسلم ننعيد الناس بالقرآن العظيم إلى كتابه وإلى منهاج النبوة كما كان يعبد الله محمد وأصحابه قلبا وقالبا ويا أحبة الكرام إن الحفظة للأعمال هما الملك رقيب والملك عتيد الذين أرسلهم الله لملازمة الإنسان وكتابة أعماله وأقواله حتى يأتي أجله فيتلقى الوحي من الله باتوفي لهذا الإنسان وقال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون صدق الله العظيم وبعد ذلك عذاب جهنم لمن توفاه الله وهو من الكافرين أو المعرضين عن ذكره لذلك قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة تضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وقال الله تعالى الذين تتوفاهما الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء وقال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في قمرات الموت والملائكة فأسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فيا أحبة الأكارم هل وجدتم في هذه الآيات المحكمات البينات اسمع إزرائيل كما يزعم الناس في عصرنا هذا أن ملك الموت الموكل بقبض الأرواح اسمه إزرائيل أم وجدتم صيغة الجمع فأن الله تبارك وتعالى يخاضبكم الذين تتوفاهما الملائكة وفي اللغة العربية يجوز عند علماء اللغة أن ينادى المنادي إذا كانوا اثنين أو أكثر بصيغة الجمع وبصيغة المثنع إذن ما هو هذا الطائر الذي في عنق هذا الإنسان وألزمه في عنقه حتى إذا حضر الموت ووفاه الله سبحانه وتعالى إن هذا الطائر طائر الإنسان في عنقه إن أقيمت عليه الحجة يقول الله تعالى في ذلك قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ولكنه ليس طائرا واحدا بل لكل إنسان معرض طائر وهو ملك الموت عتيد فقال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ولا يستوي أهل النار وأهل الجنة وأخوان الكرام في مماتهم وفي حياتهم من بعد مماتهم وتختلف سكارات الموت وذلك لأن ملائكة الموت رقيب وعتيد ينشطون روح المؤمن نشطا فأما إن كان من أصحاب الجحيم فأنهم ينزعونها بصياطهم بالضرب الشديد لوجوههم وأدبارهم ضربا مؤلما فنجد في القرآن العظيم فأنهم يبسطون إليهم أيديهم بالضرب الشديد وقال الله تعالى في ذلك ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة فأسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولكن الأمر يختلف إذا كان الإنسان من أصحاب الجنة فلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فإن الذي يوكل بنشط روح الذي يتوفاه الله من أصحاب الجنة وهو من الصالحين هو الملك هو ملك الموت رقيب سفير الجنة ويقوم الملك عتيد بمساعدة الملك رقيب بنشط روح المؤمن وأما إذا كان المتوفي من أصحاب النار فإن الذي يوكل بها هو ملك الموت عتيد سفير النار ومن ثم يقوم الملك رقيب بمساعدته وأما الصالحين فهم وفد معزز مقرم ضيوف الرحمن لا يأتون سوقا إلى الرحمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويبعث الله الملائكة لتستقبلهم وترافقهم إلى مقاعدهم وذلك هو السوق لعباد الله المكرمين ولم يأت أحد معهم يسوقهم بل استقبلتهم الملائكة عكس الكافرين يسوقون الذين كفروا من بعد موتهم سوقا وهم لا يفرطون فلا يتركونهم حتى يلقى بهم إلى نار جهنم وأما الصالحين المكرمون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين فلم يأت أحد معهم يسوقهم بل استقبلتهم الملائكة بأمر من الرحمن الرحيم أن يستقبل الملائكة ضيوفه المكرمين الخالدين ولذلك ابتعث الله ملائكته لاستقبل ضيوفه المكرمين ليتلقوهم فيرحبوا بهم بإسم الرحمن الرحيم ويقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهما الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وهل تعلمون أحبة الكرام من الذي يتلقاهم إنهم الملق رقيب والملق عتيد وذلك للترحيب فيرافقونهم فيسوقونهم ليروهم مقاعدهم ويقول الله تعالى في ذلك الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إذن أخواني الأكارم إن هذه الآيات الواضحات الجليات المحكمات التي لا يكفر بهن إلا الفاسقين تبين فأن المكلفين لقبض الأرواح هما إثنان من البداية إلى النهاية يلازمان الإنسان وهما الملق عتيد والملق رقيب لذلك تجدون الأمر الإلهي يصطر بالمثنى مرتين وقال الله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياها في العذاب الشديد إذن قد تبين لكم بأن ملائقة الموت هم أنفسهم رقيب وعتيد وأنهم لا يفرطون فيتركون الإنسان بل من البداية إلى حين الموت فيتوفونه وهم لا يفرطون أي مستمرون في التكليف من بعد الموت إلى يوم القيامة حتى يلقياها في العذاب الشديد جسدا وروحا إذن الحفظهم أنفسهم رسل الموت ولازمون الإنسان حتى يأتيها الموت فيتوفونه وهم لا يفرطون أي لا يتركونه وليستمر تكليفهم من بعد الموت ويقول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون صدق الله العظيم فتدبروا الآية جيدا وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ولا كنكم تظنون بأن رسل الموت جدد بل هم أنفسهم الذين أرسلهم من قبل وهم عتيد ورقيب لذلك قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون صدق الله العلي العظيم وسلام عن المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعيم رضوانه الأكبر من نعيم جنته